والبعض مدعوما بوسائل اعلام عربية وغربية حربا نفسية على الشعب السوري وعلى الجيش السوري بقوله ان كتائب قد انشقت وهنا اتى الجواب سريعا من الجيش العرب السوري ومن الشعب السوري بان العقيدة والاديولوجيا والروح المعنوية والوطنية العالية وروح التضحية وروح الولاء وروح الانتماء للوطن للعالم السوري هم من حماة الديار وبان ما يقوله هذا الفار الذي تخلى عن واجبه الوطني تجاه محاربة هؤلاء المسلحين عار عن الصحة تماما وان هذه الحرب النفسية قد مورست منذ بداية الاحداث حتى هذه اللحظة واكبر دليل على انها لم تلقى اذانا صاغية صمود الجيش العربي السوري وقوى الامن وقوات حفظ النظام بكل انتماءاتهم المهنية على الارض وبالتحقيق النجاح والقفز النوعية التي حققتها